قاموا إلينا من لندن توم كيتينغ مدير مركز دراسات الجرائم المالية والأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة أهلا بك معنا سيد توم بداية من الناحية القانونية على المستوى الدولي ما قامت به الولايات المتحدة في هذا النموذج هل هو موافق للقانون الدولي؟ هذا سؤال معقد للغاية من الواضح أن هناك عقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة مرتبطة لطالبان منذ عام 1988 كانت قد وضعت من أجل تسليم طالبان لأسامة بن لندن وهذه العقوبات استمرت منذ ذلك الوقت هذا على المستوى الدولي بالتأكيد فإن الولايات المتحدة لديها عقوبات خاصة بها مفروضة على طالبان هي أحادية عقوبات أحادية الجانب وفي نهاية المطافة أعتقد أن الولايات المتحدة ستصدر القرار بعد سيطرة طالبان على أفغانستان إذا ما سيطرت عليها بطريقة غير قانونية وكما وضح تقريركم فإن الولايات المتحدة تجمد ما يقرب من 10 مليارات دولار من الأصول الأفغانية هي موجودة في احتياطي البنك المركز وفي ذلك الولايات المتحدة لديها وسيلة ضغط قوي على المستوى المالي على الحكومة الأفغانية الجديدة وكما تعرف وكما ضح أظهر تقريركم فإن الحكومة تحتاج إلى هذه الأموال من أجل دعم الشعب في أفغانستان الشعب لم يتغير فقط الحكومة هي التي تغيرت والتي تحاول الولايات المتحدة أن تضغط على هذه الحكومة بالنظر إلى مآلات هذا الأمر والأمور تقاس بمآلاتها بطبيعة الحال هل هي عقوبة جماعية على الشعب الأفغاني في حال أن عدم هذا المصدر هذا الرقم الكبير من الأموال سيتتأثر شريحة كبيرة من المجتمع أليس ذلك عقابا جماعيا له؟ بإمكاننا أن ننظر إلى هذا الأمر من هذه الزاوية من المهم أن نتذكر أن نسبة كبيرة من الميزانية الوطنية لأفغانستان تم دعمها من قبل المساعدات والأموال التي تدفقت إليها من الخارج من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى معظم هذه الأموال أيضا تم إيقافها لذلك ليس فقط أن طالبان ليس لها إمكانية الوصول إلى هذه احتياطات أن العملة الصعبة المحجوزة في الولايات المتحدة لكن أيضا عديد من الدول أوقفت هذه المساعدات والتي كانت تهدف إلى المساعدات الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني لذلك نعم أعتقد أننا سنواجه قريبا جدا ربما الآن سنواجه أزمة إنسائية كبيرة من المهم القول أن الولايات المتحدة وزارة الخزانة فيها قالت أن المساعدات الإنسانية بإمكانها أن تتوفر وبإمكان أن يتم توصيلها إلى حكومة أفغانستان هم قاموا بالإعلان عن هذا الأمر لكن أعتقد أن الجميع يشعر بالتوتر في مسألة توفيري وتقديم الأموال لأفغانستان لأنهم لا يريدوا أن يتهموا بأنهم يقوموا بتمويل حكومة تم السيطرة عليها ليس بالقوة لكن بالتأكيد ليس بأسلوب ديمقراطي وهي الآن تدير البلاد بشكل عام هل يحق للدول التي تتعرض لمثل هذا الإجراء أن تلجأ للقانون الدولي لاستعادة هذه الأموال ورفع التجميد عنها ما أرغب برؤيته بشكل طار أن هناك تجمع دولي يركز بشكل كبير على الوضع المالي المستقبلي لأفغانستان لأنك أشرت وأنت محق بذلك الأمر أن هناك الأمر يتعلق بشعب أفغانستان الذي يحتاج إلى دعم ويحتاج إلى مساعدة ونحتاج أن يكون هناك نقاشات دولية حول كيفية ضمان أن الأموال الضرورية لدعم الشعب أفغانستان بإمكانه أن تتسمر بالتدفق ربما قد يكون هناك احتياطات التي تجمدت في الولايات المتحدة بإمكانها أن تستخدم من أجل توفير المساعدات عن طريق بعض القنوات لإيصالها لأفغانستان بالتأكيد ما يريد أن يتفاداه الأمريكيون أن يتم استخدام هذه الأموال لدعم مستقبل طالبان لكن ما يقلقني وكما أشرت عليه أنه سيكون هناك أذن جماعي ولأن الشعب الأفغاني يحتاج إلى هذه الأموال من أجل استمرار بالعيش هل تعتقد بأن هذه الخطوة سياسية أكثر منها قانونية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي طالبت حركة طالبان بأمور معينة وإذا رأت التزاما منها بذلك فسوف تفرج عن هذه الأموال أليس في هذا مساومة سياسية؟ بالتأكيد هي مقايضة من المهمة تذكرنا حسب اتفاق الدوح بين الولايات المتحدة وطالبان كان هناك التزام من قبل الولايات المتحدة من أجل أن تراجع وتخذ بنظر الاعتبار رفع العقوبات أعتقد أن القضية هنا أنه كل الأمور حدثت بشكل سريع الأسبوع الشهر الماضي من الواضح أن الولايات المتحدة قامت بتجميد هذا الأموال من أجل أن تكسب الوقت من أجل أن تحاول أن تنخرط في حوار مع طالبان وبعد ذلك أن تستخدم هذه الأموال كوسيلة الضغط لذلك هي حركة سياسية وخطوة سياسية نعم هي كذلك هي خطوة سياسية ربما هي موجودة في القانون الدولي وهي قانونية لكنني لست مقتنعا أنها خطوة قانونية بل هي خطوة سياسية بالتأكيد ما الذي يمكن أن يكسر هذه القاعدة بطبيعة الحال الاعتراف الدولي قد يمنح نوع من الشرعية إذا ما حدثت هذه القضية يعني اعتراف دولي من جهات ما هل يجعل موقف الولايات المتحدة أضعف في ظل القانون الدولي أعتقد باستطاعتنا أن نقول أن الولايات المتحدة لديها عدة خطوات تريد أن ترىها تحدث هناك سجناء ما يزالون معتقلين من قبل طالبان أعتقد أن هذا جزء من المفاوضات لكن في نهاية المطاف وهذا ما يتحدث عنه الصحافة رأينا أبرز صحافة المعاناة التي يتحملها الشعب الأفغاني كنتيجة لعدم قدرة المجتمع الدولي على إيصال المساعدات الإنسانية والأموال الضرورية من أجل توفير الخدمات والخدمات الطبية وغيرها أعتقد أن هذا الأمر سيضع ضغطا كبيرا على الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة لا تريد أن ينظر إليها على أنها الشخص السيء الذي يسبب المعاناة للشعب الأفغاني الذي عانى لمدة طويلة أصلا لذلك أعتقد أنها ربما ستواجه بعض الضغط من أجل إطلاق هذه الأموال السؤال هو كيف سيتم إطلاق هذه الأموال ويشعرنا بالثقة أن الأموال ستستخدم للمساعدة الإنسانية ولن تستخدم من أجل دعم حكومة طالبان